السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله ومعكم محمد بن سيمي على قناة إلكتروني والليوم بصير جداي من سلسلة ستار وورز أو حرب النجوم معاي اللايت سيبر الشهير وأيضا معاي لعبة اسمها جداي الشالنجز هذه اللعبة من لينوفو تشتري معها لما تشتريها يجمعها هذا الشي اللي هو اللايت سيبر ويجمعها هذه الخوذة وكيف تلعب؟ لاحظوا أنه ما معاي لا أسلاك ذي آر ولا شيء ما فيه اللعب بسيط جدا هذه الخوذة تركب فيها جوالك اللعبة تدعم عدة جوالات فيه اندرويد وفيه آيفون فبحط لكم لستة الأجهزة المدعومة تحت في الدسكريبشن عشان تعرفون إذا جوالكم يدعم ملا لا تحط الجوال داخل هذا الشي تمسك السيف السيف يشبك بلوتوث وعندنا بعد قطعة على الأرض هذه اللي تساعدنا نلعب لو نريهم بعد هذه القطعة فرحنا نلعب ستار وورز مع بعض ونشوف كيف اللعبة طبعا هذه اللعبة اسمها Augmented Reality لازم نفرق بين VR والAR VR معناتة Virtual Reality كل شي تشوفه من عالم ثاني AR معناتها Augmented Reality أو الواقع المعزز مو الواقع الافتراضي معزز أنا قاعد أشوفه الآن قاعد أشوف مكتبنا يعني لما أناظر أطالع يمين ويسار هنا عندي زي القزاز أشوف اللعبة وبنفس الوقت أشوف مكتبنا طبعا الحين قاعدين يعلموني كيف أستخدم سيفي أوكي فشوف واو أوكي وناسه طبعا السيف اللي بيدي هذا أوكي يشتغل معا الواقع المعزز وأنا أشوف في الحقيقة كذا كان السيف حقي طلع من جد داخل المكتب أوكي طلعت شخصية ثانية أكثر حرك سيف مناسب طبعا هذه الشخصيات واللي موجودين معنا كانوا هنا داخل معاي في المكتب أشوفهم كانوا ممشون قدامي شي رهيب أوكي من يدعب أحد فيكم بس عقلوا اللعبة هذه طبعا لعبة ربي جي من نوع تمثيل يعني تمثيل أدوار زم يقولون كل واحد يلعب دور وقدامي زي الطاولة كذا ويتحكم شخصيات فهذا واحد من شخصياتي مثلا أختاره بعدين مثلا أختار أنه يضرب شخصية اللي ضدي هذا أوكي فبيمسكه بيضربه هذه واحدة نوع من الألعاب الموجودة في اللعبة هذه فأجعني فيكتورو حين الحمد لله فست ويقول لي تضغط أي بطن أوكي حصلت على شخصية أو شوي طبعا هو شوي ميل إذا استخدمته فممكن تضغط الزر هذا يجعله مستقيم أوكي طبعا يجيني يحصل لازم أقرب منه ذبحته أوكي أوكي نكسر سيفي مرة ثانية استقيم يا ولد انت سيفي راح من المطبخ ورأي حملت راح من المطبخ والله قطعت دينه مات برجع عشان خليم هم يقربوا مني يحس يحس إذا صديت اللازر حقهم كذا يموتون يجيهم يطير عليهم يرتد عليهم ويموتون متون يدري كذا تذبح البعيدين هذه هي لعبة ستار وورز صار عندك لايت سايبر تحارب فيه ونظارة طبعا يعني الناس اللي ما عندهم كمبيوتر بي سي في القيم في البيت ولا ما عندك مثلا جهاز في آر عادي يعني هذه الفكرة حلوة كل ما تحتاجه جوالك تأخذ الخوذة وتأخذ العصة هذه معها سعرها تقريبا حول ألف ريال أو 200 دولار بالأمانة أشوفها غالية صراحة خصوصا أنك يعني تتكلم عن جيم واحد اللي هو ستار وورز وتسري الهارتوير بالفريال إلا إذا كان مستقبلا ممكن ينزل عليه علعاب ثانية هذا موضوع ثاني فهذه كانت لينوفو جهد هذه الخطوة أعطيكم العافية على المتابعة وأراكم في فيديو قادم على الإلكتروني لا تنسونا باللايك والاشتراك أعطيكم العافية